يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكمه إطالة الشعر إلى منتصف الظهر أو إلى القدر المحدد في الشرع في إطالته والموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إطالة الشعر ألي من الأمور العادية والمباحة بشرط أن لا يجعلها على تشبه بالكفاة يعمل برأسه مثل ما يعمل الكفاة أما إطالته نعم إطالته إلى إلى الكتفين كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو زيادة على الكتفين ما فيه مانع لكن لا يجعله على صفة مشبهة للكفار نعم وهنا تنبيه أيضا هنا تنبيه إذا صار إطالة الشعر محل شهرة عند الناس سؤضا لأن اللي صاروا يطيلون الشعر الآن كما تعلمون فربما يتهم يا أخي لا لا تجر على نفسك تهمة الحمد لله خلق مثل الناس نعم ترجمة نانسي قنقر